اخر شمس يراها المعتقلون هي التي ترافق غيابها مع هجمات التفتيش الهمجية التي تشنها القوات الحكومية وميليشيات الحشد على مناطقهم لينتهي بهم الحال الى اقبية لا يخرجون منها الا الى القبور ملف المغيبين العراقيين الذين اضطروا الى النزوح بين عامي 2015 و2017 يعد اكثر الملفات تعتيما الى درجة عدم التحقيق بشأن مصيرهم وبينما تتوالى التسريبات حول موت هؤلاء المعتقلين تحت التعذيب او بالتصفية المباشرة تأتي تأكيدات على هذه الحقيقة من نواب في البرلمان النائب عبدالله الخربيط يؤكد ان اكثر من 20 الف معتقل تمت تصفيتهم في سجون القوات الحكومية وميليشيات الحشد والحشد العشائري وجميع هؤلاء المعتقلين هم من العرب السنة 3000 معتقل هم من ناحية صيغلاوية بمحافظة الانبار واكثر من 8000 معتقل من سامراء واضعف هذه الاعداد من نينوى وديالا وصلاح الدين والتأميم وبغداد نداءات الاهالي ومطالبات المنظمات الدولية لم تجد نفعا في معرفة مصير الاف الابرياء الذين اعتقلوا وغيبوا بشكل تعصفي لان الحكومة تغلق الابواب تماما على هذه المسألة وتتهرب من الحديث عنها عملية الاعتقال لم تتوقف على مرحلة تنظيم الدولة وما بعدها اذ تشهد تكثيفا هذه الايام وخصوصا في مناطق حزام بغداد احدثها ما يحصل في منطقة البعيث الواقعة جنوب غربي بغداد اذ شنت ميليشيات الحجد حملة امنية شعارها الواقعي اما التهجير القصري او الاعتقال ضمن خطة تغيير ديمغرافي تنفذ بروح عدائية انتقامية تستهدف كل من قاوم الاحتلال الامريكي ورفض الرضوخ للمشروع الايراني الموت او الامراض المزمنة والعاهات الجسدية والنفسية هي المرافق الوحيد لرحلة المعتقل العراقي وعلى هذا فان اكثر من ربع مليون مخفي قصريا يواجهون المصير ذاته ان لم تتم تصفيتهم حتى الان وحدها العدالة المنتظرة ستكشف عن كواليس الاعتقال المرعبة في زمن يحرر العراقيون فيه من حكومات الفساد والتبعية